اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلالهم والو من الاخر والله يبارك دشننا البارح سيدة الرئيس دشن جامع الجزائر كي اللي بعد هذي رح يدشنوا التطبيع الشامل راكم تشوفوا أخوتي زوش كلمات والله يغير زوش كلمات يكفي و يديروا كلش هذو زوش كلمات الشامل عجبك عجبك ما عجبك دبر راسك وانا لما اختمت لكم الجمعة اللي فاتت في الدرس بقول العاجوز الجزائريا كي تتخلط لديان شد في دينك راني عارفهم ليح وش راني نقول انعاميه كي ما سمعتو يا الجزائريين كي تتخلط لديان شد في دينك لانه المخطط اللي راه جاي مخطط داني جدا وما زال ما شفتو والو والبداية راح تكون من السعودية وش فوع لك لامي مليح مليح يا خاوتي انا عارفهم ليح وش راني نقول قضية ما هيش قضية غزة فقط ابدا ابدا مشارعه كبير بلدكم الجزائر الجزائر العزيزة راه صامدة انعاميه يا خاوتي بلدنا صامدة انتو ما في بالكم الافتتاح على المسجد الاعظم في هذا الوقت جا هكذاك برك يا والله ما كان حاجة برازار ما كانش حاجة يا خاوتي جات هكذاك ما كانش حاجة اسموها الظهرة ولا والله يعني دارت هذك تدشين في الوقت المناسب باشتبين لكل الشعوب العربية المطبعة الخائنة بللي الجزائر راه حاضرة هنا ضد كل المخططات من اجل تشويه سمعة الدين الاسلامي ومشروع جامع الجزائر جاف وقته ولا لا بعدما الناس هبلت واحد يجيب لنا البقرب واحد يجيب لنا المغنيين واحد يجيب لنا اللي يتسبلنا الرسول ويعطي لها الملايين واحد يجيب لنا اكبر واحد مسوق للافلام الاباحية في العالم بولوندي متجنس بالامريكية كارثة بأتم معنى الكلمة على بالكم يا خاوتي الكارثاوين يعني اكثر من هذا انه العفيس الكبارة اللي راههم يسراوا الان يعني يسراوا في السعودية هذه الكارثة الكبيرة نعم العفيس الكبار اللي يجيسوا بالدين تعنا راههم يسراوا في السعودية والمشكل العويس ثاني يا خاوتي انه الشعب السعودي كشغل كانوا مكبوتين يا جدك اقسموا بالله ما كان حتى ردة فعل بل راههم فرحانين وقال لك احنا عرنا ان نتطوروا يعني التطور بالنسبة ليهم يا خاوتي على بالكم اشي هو التطور التطور بالنسبة ليهم انه جيب لهم شطاحة شطاح قدامهم وهم يسفقوا بالعبايات تحهم هذوك عبايات نوفيق وهذا هو التطور عندهم تطور انه جيب لهم كريستيانو يدير لهم حركات عيانة في وسط الملعب نورمال عادي امام كل الشعب السعودي ولعبها كشغول ما شفناش هذا هو التطور دعوكم نشوفوني يوصلكم ارى ان نتبعوا فيكم بشوية احنا الحمدلله نبقى محافظين اليوم وغدوة ولي بعده بلاد الحرامين بعثوله طائرة خاصة جابتوا هذوك جابوا اكبر واحد اباحي والامارات جابوا زوج بقراتي والعلماء سكتين كما شفتو يا خوتي وكما سمعتو هذا احسن رد عليكم يا البراتيش احسن رد على كل دولة وعلى كل شخص تهجم على الافتتاح تا الجامعة الاعظم تا الجزائر والله العالم تعكس يا خوتي هذي الحقيقة كشغول يدير حاجة مليحة ويبدي مسجد ويدير افتتاح تا مسجد وتدشين تا مسجد يهز على بالكم شحال مية وعشرين الف مصلي او يقولها غير اللسان ولاة هذي الدولة عيانة لكن الدولة اللي تجيب مغنيين وتجيب زعمة مشاهير بدراهمة يعني ميجيوش باطل ميجيوش يعني زعمة قلكها لانهم يحبوا السعودية وليحبوا مملكة البرتوش مملكة البرتوش جابوها سمانتين هما يحكيوا على انه وزارهم جوار من لاعبي ريال مادريد يو سيد بوجة جازع ما هكذاك باطل جالي انه خلصتوهم ادي تقولوا دراهم صحاح والسلام عليكم وهذا الامر مهوش انجاز لتفتخروا به الانجاز تعصح انك تبني ثالث اكبر مسجد في العالم الانجاز تعصح انه تساهم في المحافظة على الدين الاسلامي هاو الانجاز اما تحكيلي على الجوار وكذا الهفافة هذيك الدولي هنا هنا كانوا يجيبوا مارادونا ويجيبوها في وقت احبابنا العصابة كانت نورمال يعني درا زوج تلقى رونالدينيو عندك في الزاير تلقى مارادونا عندك في الزاير كيف اجيبوه زعمة بدراهم لا تفتخروش بالعفايس هذو وتاع السعودية حلين فهمهم كما هكوا يتفرجوا غرفش طيح ورديح ها ويديروا زعمة كما نقولوا يا أخوتي احتفالات واكبر احتفالات في العالم ها ولا تسمى هذه الاحتفالات هي المليحة لكن انك تفتح ثالث اكبر مسجد في العالم ماشي مليحة شفتوا اني فقت العالم يا أخوتي الآن فإما لا حبيت نقولكم انتوما يا الجزائريين على بالي كامل مت مسكين بالدين تاعكم الحمد الله وثاني مت مسكين بحب الوطن تاعكم الحمد الله حبيت نقولكم باللي بلادنا تحتاجنا بلادنا تحتاجنا يا الجزائريين في المحافظة على كل حاجة تخص بلادنا في الدفاع عن الوطن هذا الغالي وكل الإنجازات تاع بلادنا فايا كل جزائري لازم علينا ندير اليد في اليد لازم علينا ندير اليد في اليد فاكي راني نقولكم مثلا ديروا اللايكات وخليوا التعليقات وكذا راني نقولكم يا أخوتي من أجل أن الحقيقة توصل لأنه اللي راه يوصل على الجزائر مننا ومننا غير الأكاذيب فاراني نحاول بالشي اللي نقدر عليه أن نوصل غير الحقيقة وش كاين وش مكان ش هذا ما كان فايا أخوتي أي قناة تلقوها تحكي على الوطن الجزائر ادعموها بلا ما تخمم خويا الجزائري خلونا من الحسابات ومع الباليش وهذا مع جبنيش وهذا كذا خلونا من الحسابات الضيقة كلنا جزائريون لازم ندير اليد في اليد لازم كل واحد يساهم بالشي اللي يقدر عليه لأن الحرب الآن هي حرب إعلامية حرب تدار عن طريق البروباغندا يعني بالبروباغندا يقدر يشوهك يدلك بروباغندا على أساس أن الجزائر ما فيهاش حقوق الإنسان وكذا وكذا كما راه يدير الماريكان الآن لأن الجزائر يكم على بالكم اجدرت لها تقدر تشوهك وتنشر عليك كل حاجة مغلوطة فهمتوا يا أخوتي هذا ما كان السلام عليكم وتحية الجزائر وشكرا بل بزاف للإمام الجزائري وماذا بكم ليعرفوا يخلي تعليقات التحت السلام عليكم اشتركوا في القناة